رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركيا الفيصل رئيس المجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رفع بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمحافظة جدة والذي أعلن من خلاله سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريا وماليا مشيرا إلى الاهتمام الخاص لسمو ولي العهد ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص مبينا أن هذا الدعم سيحقق الاكتفاء الذاتي لدى الأندية وسيسهم في نشر الألعاب المختلفة إضافة إلى إيجاد نظام حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين بما سيسهم بشكل كبير وفعال في زيادة مداخيرها المالية وأوضح سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال هذا المؤتمر الذي حضره عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية أن هذه الاستراتيجية ستعمل على تعزيز القطاع الرياضي بشكل عام والاستثمار فيه على وجه الخصوص إذ ستقوم الهيئة العامة للرياضة من خلالها بتوزيع مبلغ مليارين وخمسمائة مليون ريال للأندية وفق خطة متكاملة تشجعها على العمل وفق إطار عام لنظام حوكمة فعال يساهم في تطويرها على الصعيدين الرياضي والإداري بالإضافة إلى شمولية هذا الدعم لمائة وسبعين ناديا وفق آلية محددة كما ستساهم هذه الاستراتيجية في رفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها لتحقق أعلى المستويات العالمية من خلال تنوع وانتشار الألعاب المختلفة لدى الأندية وتعزيز مستواها وأداءها العام